السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود ربيه النهاردة هنتكلم على اخطر شجرة في الوطن العربي انا بنصح جميع الناس المزارعين او اللي عنده حضيكة بلاش تشتير الشجرة دي لانها بتضمر البنية التحتية الشجرة دي رغم انها فيها ميزات كتير انها بتتحمل الحرارة والرطوبة وتحمل الجفاف وبتحمل كل حاجة رغم ان هي بتضمر البنية التحتية الجزور بتاعتها بتفضل تمد تحت البلاط وتحت الصراميك وبتخش من تحت الجدران بتبحث عن الميا وانا اوريكم اخر الفيديو كمان هي عملت ايه في الحمام بتاعنا طبعا ده زي ما انتوا شايفين بلاش وطبعا دي منكن تشكلها زي ما انت عايز فانا بنصح بتاع المشات البلاش حرام عليكم تبيعوا خلاص اتقوا لها في الناس وانت لو عندك حضيكة وعايز تشتري لها شجر ابعد عن الشجر ده هي لها كذا اسم طبعا لها شجرة اسمها ولها البازوروميا والشارشيريا وشجرة الكويت والدمس لها كذا اسم وانا هكتب لكم الاسمها تحت في الكمانت في الكمانت تاعة وياريت بلاش نشتريها بلاش يغرق المنظر بتاعها لانها بتضمر وانا هوريك دلوقتي هي عملت ايه في الحمام زي ما طبعا هي مزرعة في جبل ومزرعة على الشارع زي ما انتوا شايفين كده دي لو انت حبيت تخدها تستخدمها استخدمها في مصدر رياح لو عندك مزرعة عندك اي مكان فيها صحرا ازراح اهي يا جمع زي كده زي ما انتوا شايفين ياريت نشير الفيديو كله ده ادي هي دي شجرة الكنوكاربس او الدمس او البازوروميا لها كذا اسم طبعا داخل الجزور بتاعتها دخلت في المواسير زي كده ودي مش اول مرة بالعكس عملتها 3-4 مرات فانا هتطر ان انا هقص الشجرة خالص وياريت بلاش نزرح اسمها البازوروميا وطبعا اسمها الشجرة الكويتي والدمس لها كذا اسم اهي بلاش نشتريها ولا نحطها في الحديقة ولا نزرحها خلص في بيوتنا ولا في الصور ولا اي حاجة هي رغم ان هي شجرة قوية وبتتحمل فبلاش نشتريها ونستخدمها اللهم بلغت اللهم فشد ياريت تشارك الفيديو مع الزقاق ودوس لايك